موسيقى موسيقى أكيد بأنهم يعتبرون قوة أساسية ومهمة على مستوى التركيبة المجتمعية وكل الأمال والمستقبال وكل ما نتحدث فيه عن الاستدامة وعن الصمود المستقبلي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كنا قادرين على إعداد سياسات عمومية صلبة ومتماسكة فيما يتعلق بدور الشباب ليس فقط النظر إلى الشباب كمفعول بهم في هذه السياسات بمعنى نجيب لهم عن حاجيتهم وانتظاراتهم ولكن الشباب كذلك كفاعلين في مختلف هذه المصارات وأكيد بأن التجربة أثبتت بأن هناك مجموعة من العناصر لا بد من أخذها من عين الاعتبار خاصة العنصر التقافي لأن التقى في الشباب وإعطائهم المكانة التي يستحقونها لابد أن تتحقق من خلال تكسير بعض الطبوهات هذه الطبوهات التي قد لا تعترف للشباب بجدارتهم وبمكانتهم في إدارة وتدبير مجموعة من الأمور وأعتقد بأن مسألة الإدماج ومسألة التقى والتناوب فيما يتعلق بإدارة وتدبير الأمور يمكن أن تساعد هؤلاء الشباب على أن تعطى لهم الفرصة حتى يتبتوا إمكانياتهم ويتبتوا كذلك دكاؤهم وخصوصاً وأن الرهان اليوم كما ورد في التقرير العام للنموذج التنموي هو رهان مجتمع المعرفة أو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعلم الناضيج وكذلك من خلال الابتكار والقدرة على الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة في الإعلام وفي التواصل وأعتقد بأن هذا يعتبر بامتياز من خصائص من خصائص الشباب الحالي خاصة فيما يتعلق بالقدرة والأهلية في الولوج إلى المعلومات وإلى تكنولوجيا المعلومات ندوة جمعية المواهب للتربية الاجتماعية شكلت مناسبة من أجل مطارحة موضوع راهيني ومهم جداً يتمثل في موقع الشباب في مشروع النموذج التنموي الجديد الذي انخرط فيه المغريب ويشكي لريهان المفروض أن يربحه المغريب لمواجهة تحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية موقع الشباب اليوم يحتاج منا إلى مصارحة ومكاشفة مهمة جداً ترتبط أساساً بتسليط الضوء على أهم القضايا التي يعاني منها الشباب وكذلك محاولة بناء سيكولوجيا جديدة ومقاربة جديدة وقيم جديدة وكذلك ثقافة جديدة لأنه الموروثات الثقافية القديمة التي طبعت العقلية عقلية فترة معينة صار من الضروري القطع معها من أجل أن نؤسس لمقاربة جديدة يكون الشباب عمودها الأساس لأنه التحديات الداخلية والخارجية الآن تفرض على المغريب أن يشرك الشباب في عملية بناء أولاً الدولة ثم إرساء ركائز ديمقراطية والانخيرات في العمل السياسي وتقويتها إضافة إلى تحقيق التنمية والرفع الاجتماعي وذلك من أجل أولاً تتمين هذه الثروة الشبابية الثروة البشرية التي بالنسبة إلينا صمام الأمان من أجل ربح الرهانات المستقبلية ومن ثم صار الآن من المفروض عدم الهضر الزمن السياسي كذلك ضرورة تحفيز الشباب وفتح فضاءات من أجل جعله زخم أساسي من أجل الإنخراط وتحقيق التنمية التي تبدأ أولاً من مؤسسات تنشئة وكل مؤسسات المتدخلة إضافة إلى صانع القرار الذي مصار من الفروض أن يعيد النظر في أجندته من أجل أن يحقق المتطلبات الأساسية من أجل الانتقال إلى مرحلة نطلب فيها الشباب أن يكون أداة أساسية من أجل تحقيق رهان التنمية ترجمة نانسي قنقر